صحة وسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزى المستمعين صباح مليء بالإنجازات والتفاؤل أسعد الله أوقاتكم مستمعين وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء تقدم لكم الهيئة هذا البرنامج ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراد وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها نطرح في هذا البرنامج مختلف الموضوعات الصحية والطبية العالمية والمحلية يعني اليوم كذلك عندنا موضوع جدا مهم اللي حاب يتواصل معانا من الصديف معانا الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي الدكتور بيكلمنا عن أداة حصد الذكي لكن أيضا هذا ما يمنع أننا نحن نستقبل في هذه المقابلة مجموعة الاستفسارات اللي تكون موجودة لديكم حول موضوع التأمين الصحي اللي عنده أي استفسارة أو أي موضوع يبغي يطرحها في هذا الحوار فالمجال مفتوح جدامكم للاتصال على الرقم 6-0-0-5-5-1-4-1-4 أو عبر الرسائل النصية على الرقم 4-0-0-6 عموما مثل ما عودناكم دائما ناخذكم في جولة مع أخبار الصحف ووكالات الأنباء هذا الصباح أول خبر عنوان العلماء يؤكدون فعالية الأسبرين ضد الصرطان التفاصيل تشير إلى أن تناول الأسبرين بصورة دورية يخفض من احتمال الإصابة بالصرطان ويقول علماء جامعة هارفورد الأمريكية أن الأمر يتعلق بتقلص احتمالات نمو صرطان القولون وغيره من أنواع الصرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي وحسب المعطيات المتوفرة أن الأشخاص الذين يتناولون الإسبرين مرتين على الأقل في الأسبوع تكون إصابتهم بالصرطان بنسبة 3% مقارنة بالذين لا يتناولونه بصورة منتظمة وبيّنت نتائج الدراسة التي أجراها خبراء الجامعة أن تناول الإسبرين بانتظام قلص احتمال الإصابة بصرطان القولون بنسبة 19% وبقية الأنواع التي تصيب الجهاز الهضمي بنسبة 15% إلا أنه لم يؤثر في احتمال الإصابة بصرطان الثدي والبروتستات والرئتين خبر آخر لكن شوي للمراهقين يقول العصبية تقتل الذاكرة يؤكد العلماء أن المراهقين المتسمين بالعدوانية والعصبية يتعرضون لمشاكل الذاكرة أكثر من تعرض الشباب الهادئين لها فلقد أجرى العلماء الأمريكيون دراسة شميلة مجموعة من المراهقين حللوا عبرها خصائص النزع العدوانية في سن المراهقة وانعكاساتها على حالة الإنسان الصحية المستقبلية وخلص العلماء إلى أن الشباب العصبيين يعانون أكثر من المشاكل المرتبطة بالذاكرة أو من اختلالات نفسية وأشار العلماء إلى أن عجز الشاب عن السيطرة على سلوكه العدواني يؤدي إلى تدهور صحته بعد مرور بضعة عقود من السنين يعني بروح كذلك بما نتكلمنا عن الشباب خلونا نتكلم عن المسنين في خبر يقول العزلة تسرع الوفاة أظهرت دراسة جديدة أن العزلة ولسيما لدى المسنين مضرة بالصحة وقد تزيد احتمال الوفاة المبكرة بنسبة 14% كاشفة آلياتها هذه الظاهرة على مستوى الخلايا ومخاطر العزلة الاجتماعية معروفة منذ فترة طويلة إلا أن انعكاساتها الجسدية المضرة لم تكن قد كشفت حتى الآن على ما أوضح الباحثون وسبق لهذا الفريق من الباحثين بقيادة جون كاسيبو عالم النفس في جامعة شيكاغو أن حدد وجود رابط بين العزلة وازدياد الجينات المسؤولة عن الإصابة بالالتهابات فضلا عن تراجع في الدور الذي يلعبه الجسم في محاربة الفيروسات باختصار يعاني الأشخاص الذين يعيشون في عزلة من نظام مناعي أضعف ويصابون بأمراض أكثر من الأشخاص الآخرين وفي إطار أبحاثهم الجديدة درس الباحثون أداء بعض جينات خلايا النظام المناعي التي تحمي الجسم من البكتيريا والفيروسات وحدد هؤلاء أن العزلة تسمح بتوقع نشاط هذه الجينات المختلفة لمدة عام ويبدو أنه تم ترابطا مباشرا بين أداء هذه الجينات التي تحفز الكريات البيض والعزلة أهني ما أدري هذا الخبر يأخذني أنا أريد أن أتكلم عن ملتقى الأسرة هذا الملتقى التي تشرف عليه هيئة الصحة بدبي والفكرة الأساسية في هذا الملتقى أنه يكون هناك تجمع ما بين كبار السن لإيجاد كوميتي أو مجتمع خاص فيهم مجتمع في التواصل وأيضا يقومون الإداريين في هذا الملتقى بيأخذ الكبار السن دائما في رحلات خارجية ترفيهية وأيضا يحاولون دمجهم في هذا المجتمع وهني كذلك نحن يعني مفهوم أنه يكون دار عجزة هذا مفهوم أكل عليه الدار وشرب الآن لا الآن هي المسألة أني أنا أوفر البيئة اللي تحمي المسن من أنه يكون في عزلة عن هذا المجتمع طبعا هذا الكلام من زمان الهيئة السوية الحين توم الباحثين في أمريكا اكتشفوا هذا الموضوع طبعا هناك دراسات كثيرة كثيرة أبغي بعد من الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة في خدمة جميلة جدا هي توصيل الدواء لمنازل المرضى وهي أيضا مرتبطة كذلك بكبار السن توصيل الأدوية للمنازل خدمة نوعية غير مسبوقة تقدمها الهيئة للمتعاملين معها في خطوة مستمعين تهدف إلى تحقيق رضاهم والتسهيل على المرضى وتجنيبهم أيضا مشقة مراجعة الصيدليات والانتظار لصرف الأدوية تشمل الخدمة للمرضى المسجلين في السجلات من المترددين على المستشفيات الهيئة ومراكزها الصحية بغض النظر عن أماكن إقامتهم داخل الدولة يتم ذلك وفق إجراءات وضوابط تضمن سلامة ومأمونية تخزين ونقل الدواء إلى المريض بعد إرساله لطلب الدواء عبر الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة الصحة أو حتى يدويا من خلال تعبئة طلب الخدمة بصيدليات الهيئة هذه الخدمة تأتي ضمن توجه الهيئة لتسهيل على المرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة وهم غالبا كبار السن وتستخدم الخدمة أو ستعمل الخدمة أيضا على تعزيز القدرة التنافسية والاستدامة للقطاع الصح الحكومي عبر توظيف الخدمات الذكية لصالح المرضى عموما مثل ما وعدناكم مستمعين اليوم عندنا موضوع جميل موضوع قيم وما نطرح يعني الحديث عن أداة حصد الذكي بما أننا نتكلم عن المواضيع التي تخص التقنيات الجديدة أو الحلول الذكية التي تطرحها الهيئة بشكل مستمر في مختلف المجالات بعد الفاصل بيكون معنا الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة في دبي بيكلمنا عن أداة حصد الذكي مناخذ معلومات أكثر عن هذه الأداء أيضا مثل ما قلت لكم في بداية الحلقة المجال مفتوح كذلك بما أن الدكتور موجود من استغل الفرصة اللي عنده أي مداخلة أو عنده أي استفسارات حول برامج التأمين الصحي سعادة أو إسعاد اللي تشرف عليها هيئة الصحة في دبي أي حد عنده أي ملاحظة أي حد عنده أي اقتراح أي حد عنده أي شغلة ممكن تساهم في تطوير العمل أو استفسار ممكن أن يتصل على الرقام أو الأرقام اللي أنتو تعرفونها واللي بتسمعونها في الفاصل واللي بذكركم فيها اللي هي أربع صفر صفر ستة للرسالة النصية أو على على رقم السوديو على ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربع واحد أربعة لا تعصب واطلع فاصل صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعينا كرام وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم إذاعة نور دبي مستمعينا أطلقت هيئة الصحة في دبي يوم أمس الأحد أداة حصد الذكي لمساعدة الراغبين في الاستثمار الصحي في دبي على المقارنة والاستخدام والتوجيه الأمثل لمواردهم المالية من خلال الاستعانة بنتائج تقرير الحسابات الصحية الذي توفره الهيئة على موقعها الإلكتروني والذي يمكنهم من التعرف وقياس وضعهم المالي مقارنة مع أقرانهم في السوق الصحي في دبي طبعا للحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في السوديو الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة في دبي صباح كالله بالخير دكتور يا مرحبا أخويا محمود دكتور نحن قبل أن ندخل في هذه التفاصيل أعتقد عندنا مداخلة موجودة معنا على الهاتف ألو ألو يا هلا السلام عليكم يا هلا نتعرف عليك وخبرنا شو سؤالك وياكم آآ خليل تقميز سعيد ونعم بس عندي عندي مداخلة بقصوص موضوع التمين السعادة تفضل الحكومة ما شاء الله ما قصرت على الموضوع هذا وصدت تحت الناس واجين في صوص الموضوع هذا التمين لكن أنا عندي اقتراح فضل أنا ما عرف جو شامون الكايروبراكتر هذه اللي ترى لهم دور في عالم الصحة نعم في تقويم العظام لكن الناس ما تعرف أنهم مثلا أي شيء عند عصبة ولا الظهارة يعوروا شيء شيء المستيشور يعطونها أدوية بس إذا يعرفون ناحس هذه اللي وفي ناس متخصطين في مجال تقويم العظام تقويم العمود الفقري والأشفاب والتأمين إذا تأمين تأمين سعادة يغطي هالشي فالناس كلها بتتوجه عندهم وتنفع هذه ترى أنا جربتها وجربت أهلي بقيت خليتهم يجربون الموضوع بس ما يأخذون تأمين ما يأخذون تأمينهم واضح سؤالك خليفة هو أنا مكلمت الدكتور يقول هي دنماركية هاي كانت قالت في نحن في دنمارك الـ population ما لنا خمسة مليون وعندنا خمسة كاروفراكترز هني عندكم خمسة مليون ثلاثين كاروفراكترز لأنه ماشي واعي الناس متعرف عنهم ما ذيلا وهذا اللي اقتراحي واضح خليفة يغطي الكاروفراكترز تذيلة واعد ما تفيد نتراح إزاك الله خير يا خليفة شكرا جزيلا تفضل دكتور نحن قبل أن ندخل في تفاصيل الموضوع أخذنا موضوع الكاروفراكتر زين هو الكاروفراكتر يعني مجموعة مثل مجموعة مختلفة من أنماط العلاج المختلفة اللي تكون طبعا أحيانا يحتاج له المرضى بالنسبة لأنه أي علاج يحتاج للمريض ويوصف من قبل الطبيب بالنسبة لبرنامج سعادة ممكن إضافته للخدمات الموجودة فإذا كان في وصفة طبية من طبيب متخصص للشخص للحصول على العلاج سواء كان علاج طبيعي أو كايروبراكتر في الحالة هاي تغطى من قبل البرنامج لكن يمكن الشيء اللي يحدد تقطية خدمه من عدم تقطيته هي الحاجة الطبية يعني أحيانا توصلنا مثلا كثير من الاستفسارات والله النوع الفلاني من العلاج مغطى في سعادة ليش احنا ما سمحتولنا فيه لأنه مربوط بالحاجة الطبية يعني هو مغطى في البرنامج لكن يرتبط بحاجة الشخص الطبية له يعني مشكل شخص يحتاج كايروبراكتر ممكن بعض الناس تحتاج له وبعض الناس ما تحتاج له فدائما البرنامج يركز على الاستفادة المثلة من الموارد الموجودة في البرنامج وبالتالي إذا كان الشخص محتاج له وفي وصفة طبية من طبيب متخصص في الموضوع هذا بالتأكيد يحصل على الخدمة جميل دكتور ما نرجع لموضوع أداة حصد الذكي اللي تم أطلاقها يوم أمس خلنا نعطي المستمعين فكرة عامة عن حصد الذكي نعم طبعا أول شي بتسألني شو حصد حصد هو نظام الحسابات الصحية لإمارة تدبي ونظام الحسابات الصحية هذا نظام عالمي يدرس الإنفاق في أي منظومة صحية حول العالم فعادة نشوف جميع الدول المتقدمة عندها تقرير سنوي عن الحسابات الصحية في تلك الدولة التقرير هذا يدرس خمس نقاط رئيسية ويدخل فيها إلى أبعد مستوى من التفصيل شو مصادر التمويل الرئيسية في النظام الصحي كيف يتم إدارة وتحريك المبالغ اللي تصرف على المنظومة الصحية شو الجهات والمؤسسات اللي حصلت على المبالغ هاي كانت مستشفيات عيادات شو أنواع الخدمات اللي قدمت لها المبالغ هاي هالي هي مثلا مرضى داخلين مرضى خالجين خدمات وقائية شو أنواع الخدمات أدوية كل التفاصيل هاي يدخل لها وأخيرا من هم المستفيدون من الخدمات الصحية اللي تم تقديمها في المنظومة الصحية فيدرس أو مشروع حصل جميع أنماط الانفاق سواء مبالغ انفقت من الحكومة انفقت من شركات التأمين انفقت من الأفراد من جيوبهم الخاصة وين صرفت المبالغ هاي ينظر إلى أنماط السلوك وأنماط الانفاق في المنظومة الصحية الحقيقة في إعداد التقرير دخلت 45 مليون نقطة معلوماتية لتخرج حوالي 620 تقرير مفصل ينظر إلى كل جانب من جوانب الانفاق في المنظومة الصحية في إمارة دبي طيب منهم المستفيدين من هذه التقرير والأرقام نعم طبعا هذا حصد المستفيدين سلام كالله هم على مستوين رئيسيين المستوى الأول بالتأكيد هيئة الصحة بدبي والحكومة من خلال مراقبة أنماط الاستهلاك أنماط السلوك وين نحن نصرف المبالغ شو احتياجنا إلى أن نصرف هل نزيد مثلا يعني على سبيل المثال إحدى النتائج اللي ظهرت من التقرير أن إمارة دبي تصرف 5% على الوقاية وهذا الرقم لما تقعد تعمل شركات التأمين صرفت أقل من 1% على الوقاية بينما الحكومة صرفت حوالي 9% من صرفها على الوقاية على مستوى إمارة دبي بالنسبة لنا هذا مجال محتاج للتطوير إحنا محتاجين أنها نصرف أكثر على الوقاية وبالتالي تأخذ على أساسها policy decision أو قرار تشجيع شركات التأمين على إدخال الوقاية ضمن باقات التأمين الصحي كذلك الأفراد توعيتهم بأهمية الوقاية وهذا صاير في برنامج سعادة صحيح بالتأكيد سعادة من أول برامج اللي تغطي باقة الوقاية بشكل كامل جميع أنماط في سعادة ومش فقط مغطاة وإنما هي الزامية والمستفيدين من سعادة إن شاء الله تعالى قريبا راح يستلمون لستة البحوصات اللي لازم يعملونها بالنسبة لفأتهم العمرية وبالنسبة لحالتهم الصحية وكذلك الفترة الزمنية اللي لازم يعملون فيها البحوصات وهي الزامية لمصلحتهم بالتأكيد أنت اليوم لما تكشف عن الأمراض بشكل مبكر تقلل عبء المرض على المريض نفسه تقلل كذلك التكلفة العلاجية على النظام الصحي يعني خلنا أخذ مثال اليوم مريض السكر عندك سكر تقيس شيء يسمى بمعدل السكر التراكمي معدل السكر التراكمي يدل على الكنترول للسكر بالنسبة للمريض السكر هل السكر في الدم مسيطر عليه أو غير مسيطر عليه إذا كان أقل من سبعة المريض يعيش حياته تقريبا بشكل طبيعي وما يختلف بشكل كبير عن الشخص العادي غير المصاب بالسكر إذا كان الـ HPA1C أو معدل السكر التراكمي أكثر من 9.5 تكلفة علاج المريض هذا 25 ضعف نسبة دخول المريض إلى المستشفى أو العناية المركزة نتيجة مثلا لأزمة قلبية أو لأزمة دماغية أو لأزمة سكر يرتفع أضعاف مضاعفة فأنت بالتأكيد لما تكشف بشكل مبكر وتدخل لعلاج الأمراض بشكل مبكر تقلل بشكل كبير من عبد المرض على المريض وعلى النظام الصحي طيب نرجع لحظر الذكي دكتور توجيه للإستمار الصحي أنا قاطعتك في هذا المحوة نعم أنا شرحت ما هو حصد أو ما هو تقرير الحسابات الصحية لإمارة دبي حصد الذكي هي أو أبداع يديد من الهيئة الحقيقة عبارة عن أداء إلكترونية ممكن يدخل إليها أي مستفيد من النظام الصحي اليوم أنا سواء شركة تأمين أو شركة إدارة طالبات تأمينية أو مستشفى أو عياد أو صيدلية عاملة حاليا في إمارة دبي أو أفكر أني أدخل وأستثمر في إمارة دبي أبدأ أحط الأرقام والتوقعات الموجودة عندي وأقارن نفسي بالسوق وأشوف مثلاً كيفية أداء المستشفيات بالنسبة للخدمات بشكل عام بالنسبة للتفاصيل مختلفة من الخدمات فلنفرض اليوم أنا مستشفى متخصص وعندي نوع محدد من العمليات المتخصصة اللي أنا أعمل فيها لكن أغلب خدماتي فلنفرض في رعاية اللي هي أو أو المرضى الخارجيين مثل ما نسميها فأراقب أشوف أنا كيف عملي بالنسبة للسوق في المجالات هاي فعلاً هل هذا يتناسب مع خطتي الاستراتيجية ولا لا كذلك بالنسبة لشركة التأمين أنا أشوف أدائي مقارنة بالسوق من ناحية إنفاقي على والخدمات المختلفة هل أدائي أسوأ هل أدائي أفضل كيف أنا ممكن أطور من أدائي فالتول هاي أو الأداء هاي اللي هي عبارة عن بواب إلكترونية ومتاحها للجميع تسهل للمستثمر أن يعرف كيفية استثمارها كيف يقارن استثمارها بالسوق وكيف فعلاً يكون استثمارها يوظف بشكل صحيح لخدمة المنظومة الصحية في إمارة دبي وكذلك خدمة المستثمر لأنه لو ترجع اليوم لقانون الضمان الصحي في إمارة دبي أحد الأهداف الرئيسية لقانون الضمان الصحي في إمارة دبي جذب الاستثمارات إلى القطاع الصحي في إمارة دبي وتتكلم عن استثمارات عالية الجودة مستشفيات ذو سمعة عالمية خدمات تؤدي مستوى عالي من الجودة إلى إمارة دبي دكتور البارحة الفعالية كانت جميلة جداً فيها تضمنت يعني مشاركات تفاعلية عبر الإنترنت مع العديد من الخبراء من خارج الدولة يا ترى منو كان مشارك في هذا الحدث وأبرز الأمور اللي تم تناولها في هذه الفعالية طبعاً بالإضافة مثل ما تفضلت إلى مجموعة من الخبراء العالميين من الدولة كان المشاركين في الحدث جميع الشركاء اللي هم نتكلم عن وزارة الصحة طبعاً نتكلم كذلك عن المجلس التنفيذي نتكلم عن دائرة المالية مركز دبي للإحصى إسعاف دبي جميع شركات التأمين العاملة في إمارة دبي جميع كذلك المستشفيات الخاصة العاملة في إمارة دبي وكذلك مثل ما تفضلت كان في بعض المشاركات العالمية بتقنية اللايف فيديو ستريم يعني بعض المتحدثين كان عندنا مثلاً الخبيرة دايدن برنارد من أمريكا وهي الأدفايزر للبيت الأبيض وكذلك للكونغرس الأمريكي على مشروع الأوباما كير أو اللي هو نظام تأمين الصحي في الولايات المتحدة كذلك كان عندنا خبير من هولندا كذلك كان عندنا خبير الWHO أو منظمة الصحة العالمية كان موجود في القاهرة وفي نفس الوقت الحدث كان يلقل كذلك بنفس الطريقة اللايف فيديو ستريم إلى مجموعة من الدول المشاركة في الWHO وبالتالي كان في مشاركات من خارج الدولة وكان يلقل الحدث إلى مجموعة كبيرة من الدول نظرت إلى كيفية تطبيق إمارة إدبي للسمارت حصد أو اللي هي حصد الذكي جميل دكتور أنا برجع لهذا الحدث لكن بطلع فاصل إذا تسمح لي بس المخرج ممكن بس أخذ هذا السؤال على السريع دكتور قبل أن نطلع فاصل تحياتي للجميع لماذا لم يتم تفعل تأمين سعادة في مجموعة من العيادات الخاصة منها مركز اندكس الطبي ومركز والوومن كلينك طبعا نحن بالنسبة لبرنامج سعادة الحقيقة برنامج سعادة يختار مقدمي الخدمات الصحية حسب احتياجات البرنامج فمثلا لما يكون في عشرين عيادة أسنان موجودين في منطقة معينة واحتياج البرنامج إلى خمس عيادات أسنان فاحنا بالتأكيد في العيادات اللي هي موجودة بالنسبة للمستشفيات السعادة يغطي جميع المستشفيات العاملة في إمارة دبي وكذلك خارج إمارة دبي بالنسبة للعيادات حسب احتياج البرنامج لكن إذا في أي عيادة حابة تنطم للبرنامج تقدم لنا الطلب وتلتزم بشروط البرنامج وتقدم لأيحة أسعارها للبرنامج اللي تعتمد من خلال الفريق المختص ومن ثم يتم إدخالها وهذه يعني آلية طبيعية يعني نقول حق المستمع سير رمس وخلوا لقد منطلب على نعم وإحنا عادة نهتم كثير بطبعا احتياجات المستمعين يعني إذا كان في الأفراد المستفيدين في سعادة يقولون والله إحنا موجودين في المنطقة الأفنانية وفي عيادة فلانية وهذه عيادة جيدة فعلى طول يتم التواصل كذلك من البرنامج كذلك بالنسبة لنا وهذه نقطة جدا مهمة العيادات اللي فيها أطباء مواطنين بنفس الطريقة بدون شرط أو قيد على طول يتسجل في البرنامج لأن جزء كبير من دور البرنامج هو دعم المواطنين في المجال الصحي والله هذه معلومة جميلة جدا دكتور ويعطيكم ألف عافية عليها أنا أول مرة عرفها أن يتم دعم المواطنين من خلال تواجدهم في العيادات وإشراكم في هذا البرنامج العالمي حقيقة وبقولكم لش عالمي بعد الفاصل عموما مستمعين نحن نتواصلين معكم والدكتور بعد كذلك زال الله خير عطانا وقت اليوم في الحلقة كلها فاللي عنده أي استفسارات أو أي شيء ممكن يتداخل نحن دكتور نأخذ يعني استفسارات الجمهور ونرجع حق الفعالية مالهتنا عزاك الله خير يا دكتور عموما ونصل مستمعين وما نرجع لكم صحة وسعادة أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي قبل الفاصل كنت توقفنا مع الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في الهيئة دكتور ذكرت أن فيه مستشارة اقتصادية اقتصاديات الصحة بوزارة الصحة الفدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتورة ديدام برنارد هذه هذه أيضا مستشارة تطبيق قانون الضمان الصحي في البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي أمس أشادت بنجاح دبي وتفوقها في تطبيق نظام التأمين الصحي والحسابات الصحية واللي تخطت به العديد من دول العالم يعني على حسب كلام بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية هني أتسأل يا ترى ما الذي يميز إمارة دبي هنا في هذا المجال الحقيقة الدكتورة تكلمت عن عدة نقاط يمكن قالت من خلالها أن اليوم تعتبر إمارة دبي متميزة فيها عالميا النقطة الأولى اللي هي البوابة المعلومات لمنظومة ضمان الصحي في إمارة دبي اللي هي وهي يمكن من أحدث بوابات التأمين الصحي اللي فعلا تعمل على إدارة منظومة ضمان الصحي في إمارة دبي بشكل كامل سواء من مطالبات التأمين الصحي في الإمارة يعني إحنا في عام 2015 مرت علينا من خلال البرنامج حوالي 42 مليون خدمة صحية قدمت من خلال البوابة حوالي 12 مليون مطالب تأمينية المبالغ اللي عبرت من خلال البوابة حوالي 7 مليارات درهم من الخدمات الصحية اللي قدمت للمؤمنين في إمارة دبي وبالتالي البوابة بشكلها هذا يمكن تعتبر من أكثر أنظمة التأمين الصحي الإلكترونية تطورا في العالم والدكتورة ذكرت الكلام هذا كذلك ذكرت سرعة تطبيق المنظومة في إمارة دبي وتغطية نسبة كبيرة من السكان من طلاق قانون ضمان الصحي من صاحب الشيخ محمد براشد المكتوم في نهاية 2013 واليوم احنا في إمارة دبي غطينا جريب 70% من المقيمين في إمارة دبي أكثر من 90% من المواطنين في إمارة دبي بالضمان الصحي والهدف إن شاء الله تعالى في خلال 2016 يتم التغطية الكاملة لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارة بالضمان الصحي كذلك تكلمت الدكتورة عن سرعة إعداد التقرير دول العالم عادة تأخذ سنتين إلى سنتين ونص لأنها تعد التقرير يعني مثلا تقرير 2014 رح يعلن في أمريكا في منتصة في بداية 2017 تقريبا إحنا تقرير 2014 أعلنها في بداية 2016 نتيجة المنظومة الإلكترونية قدرتنا على جمع المعلومة الصحيحة والدقيقة ووضعها في التقرير بشكل العالمي يعني التقرير هذا اليوم نموذج عالمي كل دولة تطلق التقرير تطلقه بنفس الشكل تماما ما يختلف وبالتالي يعطينا فرصة المقارنة مع الدول المختلفة والأنظمة الصحية المختلفة فإدبي إحنا تقريبا في حدود سنة أقل من سنة يتم إعداد التقرير بشكل كامل وأطلاقه معظم دول العالم تأخذ حوالي سنتين ونص وكذلك تكلمت عن أداة حصد ذكي طبعا قالت أننا عادة الولايات المتحدة هي مصدر الأبداع الصحي في العالم لكن في تقرير أو في السمارت حصد اللي هو الأداء الإلكترونية هاي دبي سبقتنا في الأبداع في الجانب هذا وأبدعت حل جميل جدا للمستثمرين يدعم الاستثمار في إمارة إدبي وكذلك يعني تكلمت عن أشياء أخرى كثيرة وقارنت ما بين النظام الصحي في إمارة إدبي وكذلك النظام الصحي في الولايات المتحدة وتكلمت عن مجموعة كبيرة من المقارنات التقنية يمكن هاي كانت أهم النقاط اللي أشارت لها الدكتورة في طرح البارحة جميل دكتور يعني حقيقة أنا دائما ما أقف بشكل يعني معجب جدا بالنتائج التي تتحقق على مستوى إدارة التمويل الصحي من خلال برنامجي سعادة وسعاد لكن قبل أدخل في تفاصيل هذين البرنامجين دكتور فكرة عامة عن النتائج نتائج تقرير حسابات الصحية لعام 2014 يعني كم بلغ حجم الإنفاق وتوزيع هذا الإنفاق بين القطاعين العام والخاص يعني عطني أهم الأرقام اللي طلعنا بها من خلال هذا التقرير تم إنفاق حوالي 12.7 مليار درهم على المنظومة الصحية في إمارة دبي في العام 2014 منها 10.9 مليار درهم صرفت داخل إمارة دبي و1.8 مليار صرف خارج إمارة دبي يمكن أهم ملامح التقرير الحقيقة أنه بلغ الإنفاق في القطاع الخاص في إمارة دبي في 2014 8.5 مليار درهم منها وهاي تشكل تقريبا زيادة 37% عن ما صرف على القطاع الخاص في 2012 وبالتالي بالنسبة للمستثمرين في المنظومة الصحية في إمارة دبي أي مستثمر حاب يدخل إلى إمارة دبي هذا خبر جميل جدا أنه نسبة زيادة 37% وكذلك الأرقام تتوافق بشكل كامل مع خطة دبي الاستراتيجية استراتيجية 2007-2015 اللي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد براشد مكتوم في 2007 طبعا نحن الحين في مرحلة الخطة المحدثة كانت من أهدافها أنه إلى سنة 2015 يوصل تقسيم الخدمات الصحية في إمارة دبي إلى أنه 30% منها يقدم من الحكومة و70% منها يقدم من القطاع الخاص وفي 2014 وصلت إمارة دبي إلى التارقط الموجود في خطة دبي الاستراتيجية 2007-2015 كذلك يمكن أهم الأرقام اللي ننظر لها من خلال الدراسة أنه بلغ الانفاق من الحكومة مثل ما ذكرت 30% من مجمع الانفاق من أصحاب العمل وهذا بالدرجة الأولى من خلال برامج التأمين الصحي وصل إلى 45% من كامل الانفاق و25% كان من الأفراد نفسهم الحين طبعا هاي الـ 25% تشمل كذلك انفاق الأفراد على جميع الأمور اللي مش مغطة بالتأمين الصحي مثلا العمليات التجميلية وغيرها الاستخدام الدواء بشكل عام جميع الانفاق سواء كان مشمول بالتأمين الصحي أو غير مشمول بالتأمين الصحي يدرج من خلال اللي هو ما يسمى أو الانفاق المباشر من الأفراد كذلك يمكن معلومة جدا مهمة أنه بلغ الانفاق في المستشفيات 47% من كامل الانفاق وكان الانفاق على الخدمات العلاجية 59% من مجمل الانفاق بينما بلغ الانفاق على الوقاية 5% فقط بالنسبة لنا هاي نقطة مهمة احنا عادة العلاج مفروض أنه يكون المرحلة الأخيرة أنت يمكن تحاول تنفق أكثر على عملية الوقاية بحيث أنك في المستقبل راح تنفق أقل على العلاج المباشر فبالتالي أنت تحاول تتلافى الأمراض اللي ممكن تصيب أفراد المجتمع وبالتالي هاي من النقاط الاستراتيجية المهمة بالنسبة لإمارة الدبي أنها تدعم الانفاق أكثر على عملية الوقاية سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص للتقليل من التكلفة العلاجية المستقبلية لأفراد المجتمع كذلك بلغ تكلفة الانفاق على الفحوصات الطبية والأشعة وغيرها حوالي 15% اللي هو يعتبر شوية أعلى من الانفاق العالمي وهاي كذلك من خلال تطوير نظام تنظيم أسعار الخدمات الصحية في إمارة الدبي من النقاط اللي تم إدراجها وكذلك الانتباه إلها طيب دكتور الآن في القطاع الخاص يعني وايد مهم أنهم أو شغلة إجبارية أنهم كل الموظفين اللي يكونوا موجودين في هذا القطاع أن يتوفر لهم تأمين باقة تأمين صحي اللي هي ضمن برنامج إسعاد إسعاد نعم طيب الآن أنا أبغي أتكلم على هذه المسألة بالنسبة للمواطنين سعادة هو برنامج مجاني صحيح كل مواطنين يحصلون على هذا البرنامج طيب الآن أنتم تساهمون بشكل أو بآخر في توطين القطاع الخاص صحيح خلن نشرحها كيف نعم اليوم مثل ما تفضلت أخي محمود قانون ضمان الصحي في إمارة الدبي يلزم صاحب العمل بتوفير التأمين الصحي للموظفين الموجودين لديه طبعا إذا كانوا الموظفين هاي من المقيمين في الإمارة التزام صاحب العمل بالإضافة إلى أنه يدفع جميع مستحقات الموظف أنه يقدم له التأمين الصحي بالنسبة للموظف المواطن صاحب العمل مش محتاج أنه يقدم له التأمين الصحي لأنه برنامج سعادة يتكفل بالتأمين الصحي وبرنامج سعادة يضمن للمواطن مستوى من التغطية الصحية نبقى إحنا نكون متحكمين فيها وأنه دايما تعطي المواطن احتياجاته الصحية الكاملة الحين ممكن صاحب العمل يوفر له باقة إذا حاب أفضل مثلا تعطيه بعض المزايا الإضافية اللي مش موجودة في سعادة وفي الحالة هاي يختار الموظف الباقة اللي فضلها لكن خصوصا بالنسبة للموظفين اللي في بداية حياة اللي يبدأ يتوظف القطاع الخاص صاحب العمل مش مطالب انه يوفر للتأمين الصحي وبالتالي يشجع برنامج سعادة على توظيف المواطنين في القطاع الخاص بشكل كبير ويوفر عليهم بالتأكيد بيوفر عليهم طيب دكتور بالنسبة للسعاد متى بتخلصون من التغطية مياه في المياه نعم نتوقع ان شاء الله تعالى خلال السنة هاي 2016 تم تغطية جميع المقيمين في امارة دبي طبعا نقطة مهمة في خلال الاسابيع القليلة الماضية تم اثباتها انه هو ربط الاقامة بالتأمين الصحي وبالتالي اي طلب اقامة يقدم من خلال الاخوان في الاقامة وشؤون الاجانب يجب ان يكون ملحق بشهادة التأمين الصحي طبعا اللي هي تم تطبيق القانون عليها يعني تم تطبيق القانون على ثلاث مراحل كانت عندنا المرحلة الاولى هي الشركات الكبيرة اللي اكثر من الف موظف وهاي كانت في نهاية 2014 المرحلة الثانية كانت الشركات المتوسطة اللي هي من امية موظف وطالع وهاي كان بمنتصف 2015 وحن الحين في المرحلة الثالثة اللي راح تشمل جميع المقيمين في امارة ادبي ان شاء الله تعالى فبالنسبة للشركات اللي تم تطبيق القانون عليها اذا قدم فيزا لأي او طلب اقامة لأي موظف الموظفين ما كان ملحق مع شهاد التأمين الصحي راح يتوقف الطلب هذا وما راح يقدر يستمر بالاجراء الى ان يقدم شهادة التأمين الصحي ونشكر الصلاحة الاخوان في الاقامة وشؤون اجانب على تعاونهم الكبير في تثبيت عملية الربط الالكتروني معاهم بالنسبة لارساء منظومة ضمان الصحي في امارة ادبي فهذه يمكن من النقاط المهمة كذلك اللي ساعد نتوقع بإذن الله في خلال 2016 يتم تغطية كامل المقيمين الحقيقة هناك مجموعة من الشركات عدد مش كبير لكن عدد موجود لا يزال من شركات المرحلة الاولى وشركات المرحلة الثانية اللي بعدها ما امنت موظفينها احنا نطلب من الاخوان اذا كانوا من المستمعين ومفروض على شركات تمنهم تأمنهم وما امنتهم بعدها يتواصلون معانا من خلال من خلال اي بروميس اللي هي بوابة التواصل مع منظومة الضمان الصحي في امارة ادبي وبالتالي نتواصل احنا مع الشركات هاي ونتأكد من تطبيقها القانون وفي كذلك مجموعة من الغرامات اللي ممكن تتعرض لها الشركات نتيجة عدم التزامها بقانون ضمان الصحي لامارة ادبي طيب دكتور سنع المتطلبات تقديم الشهادات الصحية شو هي المتطلبات تقديم الشهادات الصحية طلبات الخاصة بالتأمين وموظفين نعم بالنسبة لتأمين الموظف الحقيقة بمجرد ما يتم تأمين الوظف من اي شركة تأمين تصدر شركة التأمين شهادة تأمين الصحي تثبت أن الموظف هذا تم حصوله على التأمين الصحي من صاحب العمل تلحق هذه الشهادة بمتطلبات الفيزا بالنسبة للموظف يعني يطلب منه مثلا طلب بطاقة الهوية يطلب منه الفحص الطبي يطلب منه مجموعة من متطلبات إكمال طلب الإقامة ومن ضمنها كذلك هي شهادة التأمين الصحي طيب دكتور إذا ما نتكلم عن الباقات المتوفرة اللي ممكن يوفرونها أصحاب العمل لموظفينهم شو هي الباقات وشو أنتوا كإدارة تمويل صحي تطالبون بالحد الأدنى من توفير هذه الباقات نعم طبعا اليوم قانون الضمان الصحي يحدد ما نسميه باقة الخدمات الأساسية وباقة الخدمات الأساسية هي باقة تغطي الاحتياجات الأساسية لأي فرد من أفراد المجتمع بحيث أنه ما يضطر أنه يأخذ مبالغ من حياته من مأكله من ملبسه من سكنه من استخداماته الحياتية اليومية ويدفعها للصحة الباقة هاي تم فيها عملية توازن ما بين قدرة الأفراد في الحصول على الخدمات وفي نفس الوقت تأثيرها على الاقتصاد يعني راعينا فيها أنها ما تكون باقة مكلفة لصاحب العمل وبالتالي تسبب له الضرر الاقتصادي في نفس الوقت تعطي المستفيد منها احتياجات الأساسية احتياجات الأساسية من الخدمات الصحية فهذا دايما السؤال الأكثر صعوبة في المنظومة الصحية احنا حاولنا من خلال الباقة هاي نعمل البلنس ما بين الطرفين هاي نضمن حق الشخص في الحصول على التغطية الصحية الأساسية وفي نفس الوقت نضمن أننا احنا ما عملنا تأثير اقتصادي كبير من خلال شراء صاحب العمل للباقة هاي اليوم الباقة الأساسية في إمارة دبي بالنسبة لفئات العمل ذو الدخل المحدود كانت في سنة 2015 تتراوح ما بين 615 درهم إلى 700 درهم للشخص في السنة اللي هي باقة جدا غير مكلفة في السنة هاي في 2016 وراح يتم الإعلان عن هذا قريبا من شركات التأمين نزلت الباقة لتبدأ من 550 درهم نتيجة الكفاءة اللي تم إدارة بها المنظومة الصحية في إمارة دبي وبالتالي الباقة الأساسية في إمارة دبي راح تبدأ الشركات تقدمها من الشهر هذا ابتداء من 550 درهم بالنسبة للشخص في السنة وهذا يعتبر إنجاز كبير كذلك لمنظومة نظمان الصحية في إمارة دبي بس لا يحسبون على راتب هذا الحقيقة القانون تطرق إلى النقطة هاي ومنع صاحب العمل من إنه يخصم تعمين الصحية من راتب الموظف طيب المخرج عصب علي أنا قال يخذ المداخلة عنا مداخلة من بعفرة أنا قال لي أربع دقائق بعفرة يا هلا أبو عفرة عادة المخرج مع الصبت رفا اختصر الله يخليك الله يسلم لأن كلام الأستاذ مهم أولا نصبح عليكم ونصبح لجميع المستمعين بالخير كل الشكر لكم لطاقة من البرنامج وأنا حيضيصك الأستاذ الكريم على تواجده دكتور حيدر دكتور حيدر نعم وكل الشكر والتقدير لوجوده ولفكر رموز الكثيرة اللي كانت غايبة عن الناس حاضرين قال عمرك أنا وشي أتوجه للشكر لسيدي ووالدي صاحب صمو الشيخ محمد الراشد على هذه المبادرة التي أسهمت في مساعدة كثير من الناس في العلاج وهي ليست غريبة على والدنا ونأمل إن شاء الله وكل الشكر طبعا لمنظمة دبي أو المنظومة الصحية في دبي في عجلة التطور الكثير اللي صارت من استعداد برنامج سعادة إلى اليوم كل الشكر لهم ولكن في بعض الأمور نحن مسألة العيادات بلضب أنا أبغي هذه الأمور الحين قل لي يا أبو عفر مسألة العيادات مع الأسف لما يشتفقون مع سعادة بمسألة ولكن بتطبيق الواقع في أمور كثيرة قاعدة تحصل مثلا مثلا من ناحية الدفع من ناحية الخدمات التي هي لازم تتفنها على برنامج سعادة ولكن نقولك لا أنا برنامج سعادة ممكن لحد ما أن أنا أعالجك وأستلم حقوقي أنا مطر أن أخذ منك الحينكاش وأنت استراجعهم مثل بعض البرامج اللي موجودة عندنا يعني نحن نعم نحن نراقب عملية الدفعات في برنامج سعادة بشكل دقيق جدا والحمد لله ما في أي تأخير في الدفع من برنامج لكن أحيانا بعض العيادات اللي غير مغطاة من برنامج سعادة تطلب من الأفراد أنهم يدفعون كاش وبعدين يستلمون المبالغ هاي الحقيقة هذه معلومة غير صحيحة لأن برنامج سعادة ما في عملية الريمبرسمان يعني عملية سعادة برنامج سعادة في ما يسمى بالداريكت بلينك تدفع المبالغ مباشرة إلى العيادة أو المستشفى ما نطلب أبدا من أي عيادة ومش مدرج في البرنامج أن العيادة تأخذ المبالغ من المريض وبعدين المريض يطلب المبالغ هاي من البرنامج عادة العيادات اللي تطلب الموضوع هاي تكون عيادات غير مدرجة في برنامج سعادة نطلب من العيادات هاي أنها تتقدم للبرنامج وإحنا بالنسبة لنا دائما الأوفرينغ من أي عيادة لازم يكون فيه لما يسمى بالفائدة للمستفيد فإذا كانت العيادات هاي تقدم فوائد معينة للمستفيدين من برنامج سعادة بالتالي احنا بالتأكيد راح ندرجها في البرنامج بعفرة كمل ألو وين بعفرة ليش قطعته علي يا جماعة الخير ولا هو قطع طيب مهم مشكلة دكتور هني نحن نقول حق بعفرة إذا هذه العيادة كانت موجودة وهو تعامل معها بشكل شخصي أنا أتمنى من بعفرة أن يتواصل معاكم على الموقع اللي هو بس ممكن يدخل أي حد إلى محرك جوجل ويذكر في رقم تيلفون عندكم دكتور كذلك رقم البرنامج اللي هو الرقم المجاني بطلع لك يا الحين طبعا أنت سعادة عندك التطبيق الذكي وعندك الموقع الإلكتروني كلها فيها جميع البيانات اللي متعلقة بالتواصل مع برنامج أيضا يمكنهم بعد كذلك يتصلون على ثمانمية ثلاثة أربعة ثلاثة ثمانمية دي اتشاي ليحصلون معلومات أكثر دكتور أنا الوقت داهمني بتصل في بعفرة من أخذ منه معلومات أكثر بعد البرنامج بتأكيد زين معاكم على الخط بس عندي وقت أخذه ولا طيب زين زين ممتاز حتى تواصلوا معاه تحت البرنامج ومنشوف شو السفسارات بس نقطع بعفرة مهمة أخي محمود لأن دايما إحنا يعني تخلط بعض العيادات ما بين الحاجة الطبية وما بين البرنامج أنه يدفع ويتأخر في الدفع إحنا دايما البرنامج يركز على الاستثمار الأمثل للموارد وبالتالي إذا ما كانت فيه حاجة طبية بالتأكيد ما رح يتم تغطية العلاج وهاي يمكن دايما مع تطور منظومة الضمان الصحي في إمارة دبي وزيادة وعي أفراد المجتمع بالمنظومة وبأبعاد المنظومة وبطريقة الاستخدام الأمثل للموارد اللي تتاح لضمان الصحي يتم السيطرة على هاي النوعية من دكتور حيدر يوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهية الصحة بي دبي نحن شاكرين لك هذه الزيارة ونتمنى إن شاء الله بما أنتوا عندكم الكثير من المواضيع المهمة ولهذا نتمنى بين فتر وفتر خذنا نشوفك لا تقطعنا وايد شكرا لك دكتور حيدر يوسف وشكرا لكم مستمعين على حسن المتابعة وكل الشكر لمخرجينا في الستوديو السادة إيمان سرحيل وفي التنسيق كانت معنا سارة يوسف وأيضا هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وحتى نلقاكم إن شاء الله غدا مع الملف الطبي الذي سوف نطرحه تقبلوا تحياتي ونقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي